أكد النائب العراقي معين الكاظمي استمرار الاجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة قريم كردستان لحصم صياغة مواد قانون النفط والغاز ولفت الكاظمي إلى أن هناك أربعين مادة في قانون النفط والغاز المقترح تتضمن تحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات المحافظات المنتجة للنفط والصلاحيات الأقاليم ومنها قريم كردستان لتكون هناك حالة من التنظيم والاستقرار في المواقف عند تطبيق القانون بعد تشريعه في مجلس النواب معنا من بغداد مباشرة مرسلنا حيدر الأسدي للحديث أكثر حول استمرار الاجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة قريم كردستان في ظل استمرار الخلافات لك الكلمة حيدر نعم الاجتماعات تأخذ وقتا طويلا هذا القانون يمثل تنظيم لعلاقة متوترة استمرت لأكثر من 20 عام بين بغداد وأربيل وبالتالي بنود هذا الاتفاق تحتاج إلى لجان فنية تحتاج إلى لجان سياسية لأن هناك قرارات سياسية في هذا القانون يجب أن تتخذ من قبل مختلف القوى السياسية ويتم الاتفاق عليها لتتم صياغة هذا القانون بالفعل هناك العديد من البنود التي تعتبر بنود شائكة ومؤقدة يتم التباحث بشأنها لكن الإيجابي في هذا الموضوع أنه لأول مرة تجلس هذه اللجان وتأتي حكومة ممثلة بحكومة رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني وهي مصممة على إنهاء هذا الملف قانون النفط والغاز العالق بين بغداد وأربيل والذي يمثل مفتاح لحل جميع المشاكل الأخرى بما فيها المناطق التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها أو المناطق المشتركة أو المتداخلة وبالتالي هذا القانون من المتوقع أن تأخذ جلسات التفاوض بشأنه أوقات طويلة جلسات متعددة لأنه متشعب ولكن الإيجابي أن هناك أجواء إيجابية تسود هذه المباحثات وهناك رغبة من قبل إقليم كردستان هذه المرة ومن قبل بغداد لحل هذا الموضوع خصوصا وأن مسألة إيقاف ضخ نفط إقليم كردستان باتجاه ميناء جهان التركي يعتبر ملفا ضاغطا الآن وبالتالي هناك رغبة لدى أربيل في حل هذه الإشكالات مع بغداد ليتم الانتهاء من هذا الملف وتكون هناك علاقة منظمة في صلاحيات الحكومة الاتحادية فيما يخص الأبار المنتجة في الأقاليم وأيضا صلاحيات الأقاليم وحقوقها فيما يتعلق بالثروات الطبيعية الموجودة على أراضيها وبالتالي نحن نتوقع أن تكون هناك جولات عديدة نتوقع أن يكون هناك خلاف وتفاهم واتفاق وعدم اتفاق لأن هذا الموضوع أو هذا الملف أو هذا القانون هو قانون مصيري بالنسبة لبغداد وبالنسبة لأربيل وبالتأكيد الاتفاق على مسودة لتقديمها إلى البرلمان هو أمر ليس بالأمر السهل وإنما بالأمر الصعب ولكن طالما أن النوايا موجودة لدى بغداد وأربيل في حل هذا الموضوع سوف تكون هناك بالتأكيد طرق عديدة للخروج من هذا النفق الذي كان مغلقا لطيلة أكثر من 23 عاما من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي شكرا جزيلا لك